نتابع ما ورد إلينا الآن من بيان من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية الذي صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع سيد الرئيس مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنصيق والتشاور لسراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة لسيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمثل دعامة رئيسية لصون سلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة وقد أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه عن ترحيبه بلقاء الرئيس الأمريكي لأول مرة مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز والتدعيم علاقات الشراقة المتميزة بين البلدين الصديقين ومشيرا إلى أهمية دور تلك الشراقة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتطلع مصر لمزيد من التنصيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى استعراض أوجه التعاون الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في عدة مجالات خاصة على صعيد التعاون في مجال كيفية مواجهة تدعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء والطراب إمدادات الطاقة كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت والمستند إلى ضرورة تدعيم أرقان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها كما تم التباحث بشأن القضية الفلسطينية وصوب الإحياء عمليات السلام حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية معربا عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عمليات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة إلى جانب دورها الأساسية في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة تم أيضا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر ثابت من ضرورة توصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشترقة للدول الثلاث إذن كان هذا بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بعد اللقاء رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن